أن يسر هذا اللقاء معكم في هذا المسجد المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوت الله وصرنا ضيوفاً بين يدي الكريم سبحانه وتعالى أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده وأن يجعل جائزتنا أن يقال لنا قوموا مغفوراً لكم وأن يقضي الله تعالى لنا حاجاتنا اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا عظيم المن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا الكلام عن تفسير هذا القرآن العظيم ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله نحن اليوم مع سورة تتكلم في كثير من آياتها عن صنفين من الناس تتكلم عن المنافقين وتتكلم عن اليهود قصص اليهود في القرآن متعددة كثيرة فذكر الله تعالى في هذه السورة قصة اليهود في ذبح هذه البقرة وما وقع لهم فيها وذكر الله تعالى قصص اليهود في آيات كثيرة من ذلك ما وقع منهم في حادثة غزوة الخندق وما وقع منهم مع موسى عليه السلام في حوادث متعددة ذكر الله تعالى كيدهم ومكرهم وتعنتهم على موسى عليه الصلاة والسلام محذرا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء التعامل معهم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإذا في المدينة ثلاث قبائل من اليهود فيها بنو قريضة وبنو قينقاع وبنو النظير أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يصير مشاكل وهو سيعيش معهم في بلدٍ واحد كتب بينه وبينهم معاهدة هذه المعاهدة ما أقاتلكم ولا تقاتلوني لا تعتدون علي ولا أعتدي عليكم لو هجم أحد من خارج المدينة عليكم أنا أشارك في الدفاع عنكم ولو هجم أحد من خارج المدينة علي أنتم تشاركون في الدفاع عني كتب بينه وبينهم معاهدة دقيقة سليمة منظمة وقعها ووقعوها هم ثم مضت الأيام وبدأت من اليهود تقع منهم عدد من الخيانات فيمضي تمضي إحدى المسلمات إلى السوق سوق بني قريضة فلما جلست لتشتري من الصائغ وقد وضع بضاعته على الأرض جعل يطلب منها أن تكشف حجابها فأبت المسلمة عليه ما لك شغل في حجابي أنا بشتري منك فجعل يطلب منها ذلك وهي تأبى فسمعه رجل بجانبه من اليهود فأقبل إلى ثوبها من الخلف وكان ثوباً واسعاً أقبل إلى ثوبها طرف الثوب من الخلف وربطه بطرف خمارها فالمرأة انتهت من شرائها وقامت فلما قامت الخمار شد الثوب على فوق فانكشف ما كان ما تستحي من كشفه من عورتها فجعل اليهود يضحكون أنت الآن رفضت أن تكشف حجابك قد كشفنا ما هو أشد عليك منه فانطلق واحد من المسلمين على هاليهود اللي فعل الفعله ورفع السيف عليه وقتله فانطلق اليهود وقتلوها المسلم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريضة بالجلاء وطردوا من المدينة بقي بنو قينقاع بنو قينقاع أجلوا من المدينة بقي بنو قريضة وبنو النظير عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في يوم من الأيام فذهب إلى بني النظير يتحدث معهم فيها فقالوا له حسنا اجلس يا محمد صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الجدار لنقضي لك حاجتك يعني انتظر شوين خلص لك الموضوع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في ظل الجدار فذهبوا وقالوا والله إنكم لن تجدوه في موطن أحسن من هذا الموطن يعني ماذا تفعلون فاتفقوا وأقبل أحدهم معه رحا قطعة حجر عظيمة ثقيلة وأقبل وصعد بها فوق السطح للجدار الذي النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظله وأراد أن يدفعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فقام قبل أن يصنعوا ما يصنعوا ثم أقبل صلى الله عليه وسلم بجيش وحاصرهم حتى أجلاهم من المدينة بقي بنو قريضة ولما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أوها من العجل يعني المفترض أنهم ينضبطون في تعاملهم مدام أنهم رأوا ما صنع ببني النظير وبني قينقاع لكن أول ما وقعت حادثة الخندق وأقبل المشركون إلى المدينة يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد جاءوا بعدهم وعتادهم عشرة آلاف مقاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحفر الصحابة الخندق انبسط اليهود قالوا اليوم نهاية المسلمين فأرسلوا إلى قريش ليتعاونوا معهم على طعن المسلمين من الخلف وأنتم يا قريش طعنوهم من الأمام فرد الله الذين كفروا بغيظهم وبعث الله تعالى جندا من ريح وجنودا لم تروها بعثها الله تعالى على قريش فانجلت ثم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريضة وكان منهم معه ما كان عليه الصلاة والسلام ونصره الله عليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات في القرآن عن اليهود وهو يراهم أمام عينيه ويعلم أن اليهود الذين تعاملوا مع موسى هم أجداد هؤلاء اليهود الذين يراهم صلى الله عليه وسلم بين يديه موسى عليه السلام تعب مع هؤلاء اليهود وقد ذكر ذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى فلسطين ثم عُرج به إلى السماء وفُرِضت عليه الصلاة وقابل موسى قال له موسى ارجع إلى ربك لما فُرِضت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك إن أمتك لا تضيق ذلك لقد بلوت بني إسرائيل قبلك يقول أنا مجرب الناس قبلك فموسى عليه السلام عانى من بني إسرائيل وذكر الله تعالى أخباره في القرآن بشكل كبير ولذلك ذكر موسى في القرآن مئة وثلاثة وثمانين مرة وكان المنتظر من اليهود لما رأوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به لأنه الذي جاء به التبشير في التوراة والإنجيل تقول صفية بنت حيي بن أخطب وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها حيي بن أخطب من كبار رجال بني قريضة تقول أول ما عقلت اسم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة تقول أنا جالس ألعب فرأيت عمي أقبل إلى أبي وقال امضي بنا إليه لنراه يرون من؟ يرون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة واليهود عندهم في كتبهم صفته صفته حتى صفة شكله عندهم لا يمكن يشتبه عليهم شكل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غيره لأنه جاءت صفته بالدقة في التوراة والإنجيل حتى ماذا يأكل وماذا يقبل من الهدايا وماذا يرد من الهدايا وما هي العلامة النبوة وما هي صفاته ومن أين يخرج وأين يستقر هذه الصفات لا تنطبق إلا على رجل واحد هو عليه الصلاة والسلام تقول فأقبل عمي إلى أبي قال اخرج معي قال اين وكلاهم من كبار اليهود قال اخرج معي لننظر هذا الرجل القادم ايش قصته فخرجوا في أول النهار تقول فرجعوا فرجع كاللين متعبين تقول فسمعت أبي يقول لعمي أهو هو قال اي والذي أنزل التوراة على موسى هو هو يعني هل هو النبي اللي جاء وصفه في التوراة أكيد اللي أمرنا باتباعه أهو هو من خلال ما رأيت قال اي والذي أنزل التوراة على موسى هو هو قال فما عندك له شرايك ماذا نقرر المفترض أن يقول نؤمن به هذا الذي أمرنا موسى باتباعه المفترض أن يقول لذلك قال ما عندي له إلا عداوته ما بقيت شوف الحقد والحسد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن هي الحسد والحقد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قص الله تعالى علينا في القرآن قصص موسى عليه السلام معه بل قصص عدد من الأنبياء يقول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك قص الله تعالى مثلا قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقص قصة نوح مع ولده وقص الله تعالى قصة لوط مع زوجته وقصة يوسف مع إخوته أنواع من القصص في القرآن ذكرها الله تعالى نحن اليوم مع هذه القصة العجيبة ما هي قصة البقرة هل القصة مهمة إلى درجة أن سورة البقرة سميت باسمها ليش ما سميت باسم آخر من القصص التي وردت في سورة البقرة ورد عدد من القصص لماذا سميت بسورة البقرة ولماذا أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ليش ما قال إذبحوا شاتا مثلا أو جملا ليش حددت البقرة بالذات ولماذا استعمل ذبح البقرة لكشف سر ألا يمكن أن يكشف السر سر القتيل من اللي قتل فلان طيب ألا يمكن يكشف السر بأسلوب آخر ممكن أسلوب آخر وتكشف مثل ما وقع لي جريج هذا رجل كان رجلا عابدا في صومعته فأقبلت أمه ونادته قالت يا جريج يا جريج وكان يصلي يعني ما قطع صلاته لأجلها ثم نادت مرة ثانية ثم نادت مرة ثالثة فدعت عليه أن يبتلى فاتهمته امرأة أنها حملت منهم امرأة من الفاجرات أنها حملت منه وولدت فجاءوا إليه قالوا أنت تتظاهر أنك رجل صالح وتقي عابد وأنت تقع في الفواحش وتفعل وتفعل وهدموا صومعته من شدة الغضب وجاءوا به يسوقونه إلى ملكهم قال يا جماعة أنا أي فواحش أنا ما عملت شيئا قالوا إلا فعلت كذا بفلانه جاءت بولد بعد قال فأروني هذا الولد فجاءوا إليه بالغلام فلما جي أبي الغلام طعن في بطن هذا الغلام بأصبعه وقال يا غلام من أبوك قال أبي الراعي فكشف الله الحقيقة بهذا الطريق ما قال الله تعالى اذبحوا بقرة اذبحوا كذا لماذا في قصة موسى عليه السلام أمر الله تعالى بذبح البقرة يعني ما هو السبب لهذا الشيء تعالوا نبدأ القصة من أولها حتى نعلم بتسلل الأحداث فيها يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة طيب ليش تذبحون بقرة كان في بني إسرائيل رجل تاجر هذا الرجل هذا الرجل التاجر لم يكن له ورثة إلا ابن أخ فهذا الرجل التاجر طول ما مات فابن أخيه يريده أن يموت حتى يستفيد من التاركة فلما طال الأمر عليه أقبل ابن أخيه وذبحه وحمل جثته وألقاها عند بيوت مجموعة بيوت لقبيلة من قبائل بني إسرائيل جاء وألقى الجثة هناك ثم لما أصبح جعل الولد يصيح أين عمي أنا فقدت عمي ثم جاء وابتلى هؤلاء بعم قال أنتوا اللي قتلتم عمي قالوا والله ما قتلناه الرجل وجدناه مقتولا هنا قال لا أنتوا اللي قتلتوا ووقعت بين قبيلة الرجل المقتول وبين هذه القبيلة حرب فجاءوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى أنت نبي وعندنا رجل مقتول ما ندر من الذي قتله ممكن تدلنا على الحل فأوحى الله تعالى إليه أن أمرهم أن يذبحوا بقرة قالوا يا موسى عندنا رجل مقتول ماذا نفعل قال موسى اذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا أنت يعني تمزح نحن نقول لك رجل مقتول وتقول اذبحوا بقرة ما دخل البقرة في هذا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أنا أكون من الجاهلين هل دين فصل ما هو بازل أنا ما جئت أمزح معكم قول الله جل وعلا هنا وإذ قال موسى لقومه كلمة قوم تطلق في الأصل على الرجال دون النساء كما قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم ولذلك كلمة قوم تطلق غالبا على الرجال دون النساء موسى قومه هؤلاء هم أهل مصر وأهل مصر ينقسمون إلى قسمين منهم قسم جاءوا من فلسطين أصلا اللي هم بنوا إسرائيل ومنهم قسم المصريون الأصليون موسى هو من بني إسرائيل إسرائيل هذا من هو يعقوب عليه السلام إسرائيل يعني عبد الله إيل معناها الله فيقول جبرائيل ميكائيل يعني عبد الله محب الله خادم الله وكذا يعقوب عليه السلام كان أصلا لن يأتي إلى مصر لكن لما أخذ أولاده يوسف والقوف في الجب بعدين جاءت سيارة طالعة من مصر ومرت على البئر وألقوا الدلو فخرج يوسف لهم وحملوه إلى مصر وصارت القصة حتى أصبح يوسف عليه السلام عزيزا في مصر أصبح وزير المالية عندها أرسل وجاء بأهله فجاء يعقوب مع أولاده نسائه وسكنوا في مصر وتركوا فلسطين فصار في مصر نوعان من الناس نوع الأول بنوا إسرائيل اللي هم نسل إسرائيل نسل يعقوب والذين منهم موسى ولذلك موسى لما كان عند قومه وتكلم الرجل المؤمن يدافع يقول ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات فيوسف كان قبل موسى عليه السلام وهو من نسل يوسف بالمناسبة موسى إذا سقت نسبه تجد أن ينتهي بيوسف بعدين يعقوب بعدين إسحاق بعدين إبراهيم عليهما الصلاة والسلام موسى عليه السلام كان في مصر وهذه القصة قصة البقرة هل هي موجودة اليوم عند أهل الكتاب يعني لو تسألك شخص متخصص في التوراة والإنجيل هل هي موجودة عندهم عدد من القصص اللي موجودة في القرآن غير موجودة في التوراة مثلاً قصة المائدة مائدة عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء هذه غير موجودة في الإنجيل لم يعرف النصارى إلا من القرآن وهي كرامة لعيسى بله هي معجزة لعيسى عليه السلام هذه القصة موجودة في كتبهم بعموميات لكن جاء له قرآن بتفصيلها قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فسألوه أربعة أسئلة ولو أنهم ذبحوا البقرة مباشرة لارتاحوا لكنهم تعنتوا طيب لماذا أمرهم أن يذبحوا بقرة مدام في ذبح يقول اذبحوا شات اذبحوا دجاجة اذبحوا مثلاً أوزة ليش يقول اذبحوا بقرة لأن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل وتبعهم فرعون وأقبلوا إلى البحر وضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه وانشق البحر وأنجى الله موسى عليه السلام وقومه ثم صاروا في سيناء في الصحراء قال موسى لقومه انتظروا أنا سأذهب للطور الطور جبل ليكلمه الله تعالى فلما ذهب للطور وغاب عنهم جاءهم السامري وقال يا جماعة انتو شفتوا إله موسى قالوا لا قال أنا أوريكم الآن إله موسى اجمعوا الحلي فجمعوا الحلي اللي عندهم الذهب وصنع منها عجلاً جسداً له خوار له خوار بمعنى أنه جعل له فتحه من دبره وفتحه عند فمه ويوجه على الهواء فإذا دخل الهواء من الخلف وخرج من الأمام يطلع للصوت طبيعي صوت هواء فكان يقول شفتوا هذا له خوار هذا إلهكم وإله موسى فنسي يقول موسى نسي رايح يدور إلهة هذا إلهة عندكم فلما رأى الله تعالى أنهم يعبدون العجل وأن القلوب تعلقت بعجل وهو ولد البقرة أراد الله منهم أن يذبحوا البقرة حتى إن كان بقي في القلب شيء من التعلق بالعجل أن يزول الآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما قالوا سمعاً وطاعه وإبشر نبينا لا قالوا أتتخذنا هزوا هذا رد الأمر إذا جاء من النبي ما يحاور ولا يناقش ابحث في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لن تجد مرة واحدة أن أمر الصحابة بشيء وقالوا أن تمزح يا رسول الله هجد ما هم جد شف إلى أدب الصحابة وإلى أدب هؤلاء قالوا أتتخذنا هزوا أن تمزح وإذا جاء الأمر من العظيم إلى من هو أدنى منه وجب عليها أن ينفذ ما يجوز يقول تمزح الآن لو أن ملكاً أو حاكماً أو تاجراً كبيراً عنده موظف وقال لهذا الموظف مثلاً طيب افعل كذا وكذا بعدين وقف يضحك وقال أن تمزح كيف أمزح أنت تأخذني تلعب علي أنت لذلك قال موسى عليه السلام لما قالوا تتخذنا أن تمزح معنا قال أعوذ بالله هنا أكون من الجاهلين أمزح معكم في أمر يخص الشريعة أقول لكم إن الله يأمركم تقولون أن تمزح لو قلت من عندي إذبحوا بقرة ممكن تقولون أن تمزح لكن هل يمكن أن أدعي أن الله أمر بكذا وأنا أمزح لذلك الله تعالى يقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ويقول وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لو النبي صلى الله عليه وسلم جاء برأي من عنده وقال هذا ترى أمر الله لكم قال يقول الله وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ إشل إشل النتيجة لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ما يجوز يقال للنبي أن تمزح الله يقول لكم صلوا ها تمزح صار الدين كله هزل ولذلك من قلة الأدب عندهم أن يسمعوا الأمر من موسى عليه السلام افعلوا كذا بعدين يقولون له أن تتخذنا هزوا أن تمزح قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وفي هذا أيضا أن موسى عليه السلام دافع عن نفسه يقول أنا لست من الجاهلين حتى تقول لهذا الكلام والإنسان مطالب دائما إذا ظن به ظن سوء أنه يدافع لا تسكت يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أنه ربي ثم بدأ يركض نحو الباب أول ما فتح الباب والمرأة وراءها تتعلق فيه تتعلق بقميصه من الخلف من شدة تعلقها بالقميص وهو يركض انشق القميص فلما فتح الباب بيطلع من القصر وإذا زوج هذه المرأة بين يديه المرأة أرادت تتغدى به قبل أن يتعشى بها أول ما شافت زوجها وزوجها يشوف حرمته تركض ورها الرجال فقالت هي مباشرة قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن بعدين من شدة تعلقها به خافت أنه يسجن عشر سنين عشرين سنة وتحرم من رؤيته فقالت أو عذاب أليم تجلدون كم جلدة وترجعون عندي أو عذاب أليم ما قال يوسف عليه السلام أنا والله بأسكت هذا ابتلاء وإن شاء الله الله بينصرني وخلني ساكت اعملوا اللي تبغون لا خلك بطل دافع عن نفسك خلك شجاع إذا أنت اتهمت بشيء وأنت بريء وضح قل لا يا أخي ترى الكلام مهب صحيح لا تسكت وتقول لا والله أنا صحيح الله تعالى ينصر المظلوم لكن الله أمرك باتخاذ الأسباب تكلم ولذلك يوسف عليه السلام لما قالت لزوجها ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي لحظة ترى كلامه مهب صحيح هي راودتني عن نفسي هي التي تريد أن أقع بها مهب أنا اللي ألحق وراها وكذلك موسى عليه السلام هنا بل المسلم حتى لو واحد عنده شبهة فيك ادفعها عنك حتى لو عنده شبهة فيك ادفعها عنك أنا قبل يومين أسجل رسالة صوتية لأحد الإخوة وأنا مشغل شيء في الجوال مقطع يعني ليس في موسيقى ولا شيء لكن في آخر المقطع طلع موسيقى فأنا أسجل المكالمة ولا أمداني أضغط فطلع بعض الموسيقى في الرسالة الصوتية فخشيت أن يسيء الظن بعد يقول الشيخ إذا صار الحالة هي أسمع أغاني فقمت وسجلته رسالة ثانية قلت يا فلان ترى أنا أسجل لك قول شوي رسالة وترى في الأخير طلع موسيقى وترى ما شغلت موسيقى لكن مشغل في الجوال يعني مقطع من برنامج معين أبغى أشوفه وفي الأخير جاءت الموسيقى ما لحقت أني أطف فيها فلا تسيء بيضا فشكرا يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هديه كان عليه الصلاة والسلام يوما معتكفا فأقبلت صفية رضي الله عنها تزوره فزارت في الليل باعتكافة في رمضان ثم أرادت أن تنقلب إلى بيتها بترجع صعبة تمشي في هذا الليل لوحدها فقام عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها يوصلها وكانوا هم من بعد المغرب تقريبا ما ترى أحد في الشوارع كما اليوم بعض القرى خلاص من بعد المغرب كل شيء هادئ من بعد العشاء الأصل أنك ما ترى أحد شوارع فارغ الناس ينامون في الغالب ولذلك صارت صلاة العشاء عندهم ثقيلة لأن الناس من بعد المغرب ينامون في عصرهم يعني فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأزعا وأسرعا في المشي كأنهم يبغون يهربون من الموقف فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما لا تسرع عنه تراك ما شفت خطأ ما شفت شيء أخشى أني أنفضح فيه لا 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 على رسلكما إنها صفية بنت حيي هذه زوجتي ترى اللي تمشي معي تالي الليل فقال الرجلان سبحان الله أفيك نشك يا رسول الله أعوذ بالله ممكن نشك إنها امرأة ثائر يعني نشك في نبينا أفيك نشك فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري معك كما يجري دمك وسوسلك فخشيت أن يقذف في قلوبك ما شرع حتى لو ما تكلمت لكن مجرد أن يقع في قلبك ظن سوء بنبيك هذا حرام أنا أبغى أنقذكم من هذا الحرام ولذلك أنت إذا خشيت أن تتهم بشيء وضح وضح قل والله أنا لسه جاي من البلد الفلاني فرضا والبلد هذاك يشتهر مثلا بمنكرات وفجور ومن يذهب إليه غالبا يقع في الأمور قل لهم قل أنا جاي من هناك لكن يا جماعة ترى أنا ذهبت أزور مريضا أو ذهبت لتجارة أو ذهبت عندي عمل كذا لا تظنون فيني شيء قالوا استغفر الله كيف نظن فيك هم في الحقيقة يقولون هذا الكلام وربما ربما بعضهم قد وقع في قلبه شيء من الشيطان فأن دافع عن نفسك موسى عليه السلام أول ما قالوا له أن تمزح أتتخذونه زوان قال أعوذ بالله تشوفوني جاهل أمزح معكم في دين الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ثم قال الله جل وعلا وهو يصف حاله المفترض الآن في هذا الموقف أنهم لما أمرهم بهذا الأمر ينفذون مباشرة بقرة أي بقرة أقرب بقرة عندكم اذبحوها بعدين نكشف لكم من اللي قتل القتيل هذا لكنهم سألوا أربعة أسئلة شددوا على أنفسهم فشدد عليه قالوا ادعو لنا ربك حتى ما قالوا ربنا ربك كأن التعامل بينك وبيننا نحن ما لنا علاقة شوف هذا من سوء الأدب قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي وش البقرة طيب مدام الله ما ألزمكم ما حدد ليش أنتم تحددون النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا خلاص حجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله يعني تتوقع لو كان في كل عام النبي صلى الله عليه وسلم بيسكت لن يخبرك تتوقع أن الله أوحى إليه بلغ الناس يحجون كل سنة وهو بلغكم نصف الكلام وترك الباقي تتوقع يعني قال أفي كل عام يا رسول الله فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كأنه يقول ما لدعي السؤال فأعاد أفي كل عام يا رسول الله سكت أفي كل عام ثالثة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم لو قلت نعم كل سنة لو وجب عليكم لأني نبي أبلغكم وتنفيذ ما أخبركم به أمر واجب عليكم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتكم شيء اللي أنا ما شددت عليكم فيه لا تسألون عنه ذروني ما تركتكم هكذا كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لا يشدد الواحد على نفسه قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله ناكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي يعني إيش بتكون يعني البقرة ما هي يعني إيش تتوقعون يجيكم الجواب فإذا بربنا جل وعلا يحدد لهم بدل ما كان المجال مفتوح بين مثلا ألف بقرة ألفين عشرة ألاف بقرة اختاروا أي وحدة ضيقوا عليهم الاختيار اسمع الوصف قال إنه يقول إنه هذا ما هو من عندي هذا من عندي الله أنتوا تقولون دعوا ربك دعوت ربي إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون لا تسألون أسئلة ثانية نفذوا خلاص ما معنى فارض وبكر الفارض هي الهرمة التي لا تلت يقول لهم ترى البقرة ما هي كبيرة كثير في السن بحيث الآن لو طرقها الفحل ما تحمل لا وليست أيضا بكر لسه ما بعد طرقها الفحل وحملت لا هي قد حملت ولدت وممكن تحمل ترد لا تزال فيها قوة فهي ليست صغيرة كثير وله عجوز كثير حدت لكم هذه البقرة عوان بين ذلك يعني وسط بين الهرمة وبين البكر فهي ولدت قليلا لكن لا تزال قادرة على الولادة وهذا عند اليهود بالمناسبة من التشديد على النفس لا تشدد على نفسك أقبل رجل يوما إلى ابن عمر قال له يا ابن عمر ماذا أفعل إذا حاذيت الحجر قال ابن عمر قبله قال أرأيت إن لم أستطع قال فاستلمه قال أرأيت إن لم أستطع قال فأشر إليه قال أرأيت إن لم أستطع فغضب ابن عمر كانت قاعدة تفترض مساء المهب واقعة قال من أين جئت قال أنا من اليمن قال إذا جئت مكة فدع أرأيت في اليمن احتمالات اللي عندك خلها في بيتك وتعال من غيرها إذا جئت مكة فدع أرأيت في اليمن لا تشغلني أرأيت 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 وأقبل جمع إلى ابن عمر أيضاً قالوا له يا ابن عمر ما تقول في دم البعوضة قال كيف قالوا إحنا حجاج محرمين واحد مننا وقعت بعوضة على يده وضربها وسال دمها واش يلزمه يعني هذا ما جاءت الشريعة بتحريم على المحرم إلا الصيد يعني لا 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 تصد صيداً أما بعوضة وذبابه إيش التشديد فقال لهم عجباً لكم تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين رضي الله عنه في القصة المشهورة وتسألون عن دم البعوضة فالإنسان منهي أن يشدد على نفسه في هذا لكن هؤلاء اليهود شددوا والمسلم أيضاً مأمور أن يتبع الشرع من غير ما يبدأ يناقش يعني قيل لك صلي أربع ركعات الظهر سمعاً وطعها صلي كون الواحد يقول ليش وليش المغرب ثلاث طيب والظهر أربع وليش الفجر ركعتين ما هو بشغلك أنت عبد لرب أنت عبده في السيد يأمرك ما هو بشغلك ليش تدري الظهر أربع ولا ثلاث ولا خمس جاءك الأمر مدام منك أقررت أنك عبد وهو سيد سبحانه وتعالى نفذ ولذلك في الشريعة جاءت بأواناً يجب على المر أن ينفذها سواء عرف المقصود أو لم يعرف لكن اعلم أنها عدل يعني الله تعالى يقول مثلاً فلذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث واحد مات ورث مئة وخمسين ألف وعنده ولد وبنت الولد يأخذ مئة والبنت خمسين يجيك واحد يقول لك طيب اقنعني فشرحنا له لنقنعه قال أنا غير مقتنع اقتنعت ولا ما اقتنعت تنفذ هذا شرع الله تعالى ما هو برأي فلان ولا فلان ولا دستور اتفق عليه الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقط الذباب فينا يحدكم فليغمسه طبعاً الغمس بالمناسبة لا يجب إلا لمن كان سيشرب يعني مثلاً واحد عصير جديد وجاء ذباب ووقع فيه ما يصلح يأخذ كذا ملعقة ويشيل الذباب ويطلعه ثم يشرب العصير لا إذا أنت بتشرب العصير يجب شرعاً تغمسه وتخرجه أما إذا تريد ترمي العصير ما عليك بس قال عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء الصحابة نفذوا من غير ما يكون عندهم مختبرات وميكروسكوبات ويتأكدون وصح في فيروسات في أحد الجناحين والثاني مضاد للفيروسات وأكيد ولا لا نفذوا مباشرة ثم جاء العلم الحديث وفحص وأكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل وأخته من الرضاع نفذوا ثم اكتشف اليوم العلم الحديث فعلاً أنه هناك أمراض تقع على الأولاد سواء الأولاد المباشرين أو اللي يأتون من بعدهم إذا كان متزوج أختهم من الرضاع وذكروا أمثلة على بعض القرى في أفريقيا منتشر عندهم الرضاعة بين النساء ويتزاوجون وظهرت عندهم أمراض لم تظهر عند غيره اعلم أن لا يمكن الشريعة تأمرك بشيء إلا في حكمة ليش الله تعالى حرم الخمر؟ ليش ما حرم الله جل وعلا مثلاً عصير كذا ولا كذا ولا تحريم اللبن؟ ليش اختار الخمر بالذات في حكمة؟ ليش اختار تحريم لحم الخنزير؟ ليش ما حرم لحم الغزال لحم الجمل لحم الخروف لحم الدجاج الحمام ليش الخنزير بالذات في حكمة؟ ما يأمر الله تعالى بشيء إلا في حكمة سواء عرفتها أو ما عرفتها ولذلك هؤلاء لما قال له موسى اذبحوا بقرة خطأ أنهم يبدأون يشددون معه في هذا شددوا وعطاهم الجواب قالوا ما هي؟ أعطنا صفاتها قال أول صفة يا جماعة صفتها أنها ما هي كبيرة ولا صغيرة وسط شوفوا لكم بقرة وسط عمرها أربع سنوات خمس سنوات سبق أنها ولدت واذبحوه وفكونا قالوا لا قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها أنتو اشدخلكم في لونهم تصورون جنبها اشدخلكم في لونها تطلع صفرة حمرة خضرة اش الفرق تذبحون بقرة سودة ولا بيضة اش هذا يدلك أن المسألة تعنت بس واني اش الفرق بين ألوان البقر التي أمر الله عز وجل التي أمر موسى أمر الله تعالى موسى أن يأمر قومه أن يذبحوها لكن يدلك أن المسألة تعنت يبين لنا ما اشلان البقرة يا موسى أنت قلت لنا أنها ما هي كبيرة ولا صغيرة صح طيب وش لونها هل عندنا بقر بيض بقر سود بقر حمور بقر صفر ها اش البقرة يا موسى اللي نذبحها قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرم الناظرين بقرة صفراء ولونها فاقع يعني صفار واضح تقول مثلا هذا أحمر قاني يعني شديد الحمرة وهذا أصفر فاقع يعني شديد الصفرة وهذا موجود وتقول هذا أسود إيش حالك يعني شديد شديد السوات أبيض ناصع شديد البياض فهو يقول لهم ترى هي صفراء لكن صفارها غير عادي ما هي صفراء وفيها شوية بياض لا هذه صفراء شديدة الصفار لدرجة أن الصفار كأنه ينبعث منها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وتسر الناظرين السرور هو الفرح والبهجة بالنظر إلى الشيء وهو ضد الغم كما تعلمون وفيه أيضا أن المرء إذا أراد أن يعمل شيئا لله يذبح شيء لله يتصدق بشيء لله فينبغي أن يبحث عن الشيء الذي يسر الناظرين يعني واحد قبل كم يوم جاي للمسجد معه بخور جزاه الله خير يعني للمسجد بخور فقل له يعني جزاك الله خير يا فلان والله على هالبخور إن شاء الله نطيب المسجد والله يطيب فالك قال لا والله هذا يا شيخ شريناه وصار مغشوش ما عجبنا وقلنا نحطه في المسجد حوله ولا قوة إلا بالله والله هذا كلامه شريناه وصار مغشوش ما عجبنا فقلنا نحطه في المسجد هذا قول الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واحد مثلا شرى تمر وبعدين التمر اسود عنده وبدأ يخرب في البيت قال الزوجته ماذا نفعل به قال ودوه المسجد ودوه المسجد ودوه المسجد لأنه يسود وخرب هذا اللي بتقدمه لربك قابيل وهابيل كان هابيل المقتول يشتغل في الغنم وكان قابيل القاتل يشتغل في الزراعة فأمروا بالصدقة دخل هابيل على غنمه وتخير أطيب الغنم صدقة وجابها الغنمه يجرها من قرونها وحطها صدقة وأما هابيل فذهب إلى بستانه واختار السنابل اليابسة لخربانه وجمعها وجاء وضعها صدقة إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما كانت الصدقة في ذلك الحين ما في فقر يعطونهم أبناء آدم كلهم عدد قليل ما في فقر فكانت الصدقة إذا تقبلت يبعث الله نارا من السماء تحرقها معناه أن الله تقبل صدقته كذا شرعهم يقول الله فتقبل من أحدهما من هابيل اللي قدم الشات ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى آخر الآية ولذلك الإنسان إذا أراد يتصدق صدق بشيء سر الناظرين يعطي الشيء لا يعني أنك الشيء اللي مثلا غير جيد نقول ارمه في الزبالة ولا تتصدق به لا أعطيه أيضا من يحتاجه لكن أيضا أخرج من عندك ما هو طيب يعني قالت امرأتك والله التمر هذا ترى ممكن يؤكل لكنه يعني مسود وما يصلح نقدمه للضيوف لكن ممكن يؤكل فقل طيب ودوه المسجد لكن ود أيضا أرسلي معه من التمر الطيب أرسلي معه كيس ولا كيسين والله ما أرسل المسجد الرديء بس أرسلي من الطيب ومن غيره ما نقول لك لا يا الله خذ هذا الرديء وارمه في الزبالة مدى ممكن أن يؤكل أو مثلا تذهب به إلى من يحتاج إليه من الفقر أعطيه من الطيب أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فموسى عليه السلام يقول ترى هالبقرة اللي أنتم تذبحونها قربة إلى الله ترى هذه ما هي بقرة عادية هذه تسر الناظرين شكلها وسمنها وطريقة مشيها ومنظرها يسر الناظرين ما هي بقرة هزيلة ضعيفة لا يلتفت إليها أحد طيب هل طبقوا مباشرة لا راحوا يدورون في البقر شفوا لهم عدة بقر كلها صفر صفر طيب خذوا بقرة صفرة وخلصوا الموضوع لا جاءوا لموسى قالوا شوف عندنا بقر واجد صفر لكن والله تحيرنا ما ندري أيها يا موسى اللي تقصد قال ادعو لنا ربك حول ولا قوتها الله يبين لنا ما هي ما هو قال لكم إنها لا فارض ولا بكر وقال لكم إنها صفراء خلاص يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون يقول بعض المفسرين لو لم يقولوا إن شاء الله لما هدوا لو أنهم قالوا وإنا لمهتدون جزموا لو وكلهم الله إلى أنفسهم قالوا أنتم تقولون أننا لمهتدون يا الله اهتدوا إن استطعتم إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده لكنهم قالوا وإنا إن شاء الله إن الله بساعدنا لمهتدون ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله الإنسان مأمور إنه ما يجزم بالشيء لأنك ما تدري عنه تقول الله أنا بكرة بسافر والله أنا بكرة سأذهب قل إن شاء الله يعني إن شاء الله فعلت وإن لم يشاء لم أفعل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قول الله جل وعلا هنا إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض الذلول هو المدرب على العمل كثيرا تقول مثلا هذا البعير ذلول غير البعير الذي لا يصانع صاحبه بعض الإبل يمشي معك يعني جلسه تتبركه على الأرض يبرك تبعثه ليقوم يقوم وبعض الإبل لا يأبى عليك الخيل فيها خيل شموس يعني إذا ركبها الإنسان بدأت يعني تضطرب يمين ويسار حتى تسقطه وفيه خيل لا مثل الخيل اللي تجدونها مثلا في المتنزهات اليوم التي يركب عليها الصغار وتأخذ به لفة لفتين بعشر ريال هذه خيل ذلول يعني يركب الصغير يركب الكبير لا يمكن أنها يعني تتحرك مين ويسار وترفس وكذا حتى تسقطه ذلول من كثر الشغل عليها صارت ذلول بعير من كثر ما يشتغلون عليه ويسافرون عليه أو يستخرجون به من الماء من البئر أو صار ذلول فهو يقول لهم موسى ترى هذه البقرة اللي أنا أقصدها اللي هي لا فارض ولا بكر وهي أيضا صفراء ترى ما هي بذلول تثير الأرض يعني دائما يشتغلون عليها في الأرض في مثلا استخراج الماء من البئر أو مثلا يحملون عليها بعض متاعهم أو نحو ذلك لا البقرة كريمة عند أهلها ما هم ما يتعبونها في الشغل لا ذلول تثير الأرض لم يذللها العمل ولا تسقي الحرث وهي أيضا لا يستخرج بها الماء من البئر فهي لا يشتغلون بها في الحرث تعرف أحيانا البقر أو الثور أحيانا يضعون عليه آلة يجر آلة الحرث اللي تقلب التراب تقلب التربة حتى تتعرض للشمس من جديد ويضعون عليها يزرعون فيها الزرع الجديد فهي يقول لهم ترى هذه ما اشتغلت الشغلة البقرة اللي أقصدها لم تشتغل هذا العمل قالوا آه إذن يمكن البقرة اطلع الماء من البئر تعرفون الدلو يلقونه في البئر وفي بكرة فوق يضعون عليها حبل فأحيانا يجرونه بأيديهم الدلو وأحيانا حتى يريحوا نفسهم يربطون الحبل بدابة بقراه أو ثور أو جمل أو كذا ويسحبون الدابة هذه حتى تطلع الماء فهو يقول لهم ترى البقرة ما اشتغلت في الحرث ولا اشتغلت في السقايا آه إذن هي كريمة عند أهلها ربما كانوا فقط يستعملونها مثلاً للبان يحلبونها ونحو ذلك قال مسلمة لا شيئة فيها مسلمة من العيوب لا شيئة فيها لا بياض فيها شوف الدقة في الوصف معناه أنكم إذا رأيتم بقرة صفراء فيها شوية بياض هذه ما تصلح إذا كان عندكم ألف بقرة صفراء دققوا ابحثوا فيها أنتم شددتم على أنفسكم قال مسلمة يعني من العيوب لا شيئة فيها يعني لا علامة فيها لا علامة من بياض فيها قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون أين وجدوا هذه البقرة ذكر المفسرون في ذلك عدد من الروايات قال بعضهم إنهم أقبلوا إن رجلاً منهم كان قد أقبل إلى شاب مر بشاب وهذا الشاب ماد رجليه وأبوهم توسد رجله أي ذكرها ابن كثير في تفسيره وهذا الرجل كان معه جواهر يبيعها فعرضها على هذا الشاب قال له الشاب بكم قال بثمانين ألف درهم قال الشاب إني سأشتريها قال فأعطني الثمن قال حتى يستيقظ أبي والله ما أقوم وأقطع عليه نومه فقال له البائع خذها بسبعين وقم الحين سددني قال والله ما أقطعها على أبي بل أخذها منك بتسعين وتنتظر عليه حتى يستيقظ أبي فقال البائع خذها بستين وقم الآن سددني فقال الشاب بل آخذوها بمئة وتنتظر عليه ما أدي أقوم أبي من النوم فأبى ذلك البائع ومضى يقولون فلما بحثوا عن البقرة وجدوه عندها الشاب فقالوا نريد البقرة قال أبيعكم إياها قالوا بكم نشتريها منك بألف دينار يعني أكثر من قيمة البقر قال لا أبيعها إياكم بالوزن ذهبا قالوا بوزنها ذهبا قالوا والله وزنها ذهبا ولا روحوا دوروا واحدتاني اشتروا منه فطافوا ولم يجدوا فرجعوا إليه هم اللي ورطوا أنفسهم وشددوا على أنفسهم قالوا نشتريها بوزنها ذهبا قال ما هو وزنها مرة وحدة قالوا وزنها مرتين قال ما وافقت قالوا وزنها ثلاث مرات قال ما وافقت وزنها أربع ما وافقت حتى أوصلوه إلى وزنها عشر مرات واشتروها منه هذا كلام بعض المفسرين وأن الله كافأ هذا الشاب ببره وهذا طبعا من كلام بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يؤخذ على سبيل الاستئناس لكن يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طوّل عمره فليصل رحمه صلاة الرحم مجرب أنها تزيد في الرزق وتبارك في الرزق وأن إذا كان رزقك مقبوط واحد يقول يا أخي أنا أحس أني غير موفق يا أخي أفتح تجارة تفشل أساهم مع واحد يحتال علي في عملي كل يوم ما شاء يا أخي أحس الرزق ممسوك عني مقبوط يقول نبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط إذا الرزق مقبوط يبسط في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فسواء صحت قصة الشاب أو لم تصح صلة الرحم من أسباب الرزق وقال بعضهم إنهم وجدوها عند أم أيتام كانت فقيرة في بني إسرائيل وتستعطيهم ولا يعطونها دائما تشحد منهم ما يعطونها قالوا فوجدوها عندها فاشتروها بغالي الأثماء قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون طيب وش النتيجة طيب ذبحنا البقرة يا موسى كيف نعرف من اللي قتل الرجال يقول الله وإذ قتلتم نفسا وإذ يعني ولما قتلتم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ادارأتم أي تخاصمتم وتدافعتم كل واحد يدفع عن نفسه التهمة اللي رميت الجثة عندهم يدفعون التهمة ويقولوا ما لنا دخل والله ما ندري من اللي قتلها في واحد جاء ورماها عند بيوتنا ما ندري وأهل القتيل يقولون بل أنتم اللي قتلتوه ونحن ننتقم منكم تخاصمتم وتدافعتم التهمة فادارأتم الدرأ هو الدفع نقول ادرأ عن نفسك الشبهات يعني ادفع عن نفسك الشبهات ونحو ذلك ادرأ عن نفسك النار يعني ادفع عن نفسك النار فادارأتم فيها تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون اللي في قلوبكم وتكتمونه القاتل الحقيقي اللي كان يكتم القضية كلها الله بيفضحه والله مخرج ما كنتم تكتمون وبالمناسبة ترى القاتل سبحان الله القتل بالذات في الغالب انه يفتضح امره في الغالب انه يفتضح امره اعطيكم شيء وقفت عليه بنفسي انا قبل فترة القيت محاضرة في احد السجون وقال لي الاخوة اللي في السجن قالوا في مجموعة في السجن الانفرادي ودنا انك يعني تمر عليه ف جئت ومريت عليهم مجموعة وقالوا لي قبل ان اصل اليهم قالوا ترى هؤلاء يعني اكتشف انهم مصابون وعزلوا عن بقية السجنة في هذا المكان فتكلمت معهم عن يعني اهمية اشغال الوقت بالذكر والعبادة ونحو ذلك يعني كلمة قصيرة فاسمع الضابط يكلم واحد منهم هايا فلان وشلونك مع الصلاة ورد عليه رد يعني رد واحد معصب يعني ما يريد يصلي او كذا فقلت له يا اخي هذا يعني لما غادرنا قلت واش قصته هذا ليش انت بالذات تتكلم معه كان شاب يمكن عمره واحد وعشرين سنة قال هذا كان يشتغل راعي غنم عنده شخص و يبدو انه منذ ان جاء عند هذا الشخص وهو مصاب بهذا المرض وقد سأل ساحرا عن العلاج فقال له ذلك الساحر العلاج ان تأكل كبد طفل فاحتال يوما وخرج معه لرعي الغنم بابن صاحب البيت وخرج به فلما توسطوا في الصحراء وقع عليها عذب الله ايضا بالفاحشة ثم ذبحه واخرج كبده يعني ليأكلها ثم هرب ما يدرون اين ذهاب ولا ومضى سنة وسنتان وثلاث واربع سنين وهربان حتى اقفرت القضية يعني ما يدرون اين الرجال والبلد اللي هو فيها فيها يعني جبال وفيها يعني حدود واسعة يمكن ان يخرج من من خلالها سبحان الله بعد اربع سنوات قفز في بيت شخص ليسرق دجاج وكان صاحب البيت مع اولاده موجودين وهجموا عليه وبالقوة قدروا يمسكونه وحوى وقبضوا عليه والدهر الشرطة فلما رأى الشرطة فزع ولا يزال دم القتيل بين عينيه سبحان الله الدم لا يبرد فيحقق معه يقول له الضابط يقول له انتوش قصتك من وين جيتو كيف تسرق دجاج قال والله ما ذبحته والله ما ذبحته قال من هو اللي ذبحته فعلم ان المسألة فيها شيء فشدد عليه واعترف بذلك القتل اللي قبل اربع سنوات واذكر اني قرأت قصة في كتاب اسمه عدالة السماء لرجل لواء عراقي اسمه محمود شيت خطاب رحمه الله لواء يقول ان رجلا اقبل الى رجل تاجر كان يقطع بتجارته بين المدن واقبل عليه وهجم عليه في وسط الطريق وجاء به تحت شجرة بعد ما سرق ماله قال باقتلك قال يا اخي لا تقتلني انت اخذت اموالي قال بل اقتلك حتى ما تخبر بي ولا تضرني يقول فجعل يحاول ان يتخلص ولم يستطع فكان في حمامتين على الشجرة فهذا الرجل وهو يموت قال اشهدي اشهدي يكلم الحمامتين يقول وانتهى منه ومضت عليه فترة وجلس مرة على طعام واذا حمامتين مشويتين في هذا الطعام يقول فصاح لما رآها القتل قرنه الله بالشرك يقول الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثام يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما انتبه كلش اللى القتل وغيرها من المعاصي بلا شك انها يعني عظيمة لكن القتل له يعني له قدره العظيم في الاجرام فجعل يصيح لما رأى الحمامتين ويبكي يعني يصيب بحالة نفسية حتى اعترف بعد ذلك بالقتل وذهبوا به لما حكم عليه بهذا والقصص في ذلك كثيرة سواء الواقعية او القديمة في من تجرأوا على القتل ثم كان عقبتهم عياذا بالله ان اقيم عليهم ذلك ولذلك يقول الله تعالى هنا واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تدفعتم كل واحد يقول انا ما لي دخل انا ما قتلته ما ادري من قتله والله مخرج والله نطلع الله الحقيقة والله مخرج ما كنتم تكتمون يقول الله فقلنا اضربوه ببعضها ما هذا البعض بعض البقرة طبعاً قيل اضربوه باللساء وقيل اضربوه باليد ولا اضربوه باللساء ولا يهمنا ولا يهمنا يعني سواء ضرب بأي عضو منها المقصود ان هذا العضو الميت من البقرة ضرب به جثة ميتة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون تعقلون ذكرت في القرآن اربع وعشرين مرة دليل ان استعمال الانسان لعقله مهم وبعض الناس يستعملوا العاطفة دون ان يستعمل العقل لكن القرآن امر انك تستعمل عقلك ايضاً مثل ما قال ابراهيم عليه السلام لقومه يقول لهم لما حطم الاصنام وجاءوا يقولون له ليش تحطم آلهتنا ما دام هي آلهتكم اللي انتم تدعونها عند ضركم وتسألونها نفعكم وشفاء مرضكم والنصر على اعدائكم ليش ما دافعت عن نفسها ولذلك قال لهم ابراهيم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ما تحركون عقولكم انتم وهذا الكلام يقال لكل احد اللي يأتي عند قبر ويسأل صاحب القبر انه يعينه في كشف ضره ولا جلب نفعه أنت ما تعقل هذا الذي تدعوه محتاج إلى الله كما أنك أنت محتاج إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هذا عبد مثل ما أنت عبد أنت ما تعقل ادعو الله مباشرا ليش تدعوه من دون الله وكذلك غيره من الأمثلة الإنسان لو استعمل عقله وحقيقه لكان من أهل التوحيد جاءوا بهذه القطعة من هذه البقرة وضربوا بها هذا الميت فأحياه الله تعالى أحياه وقال الذي قتلني فلان وأشار إلى ابن أخيه ثم مات مرة أخرى وكشف الله تعالى هذا لكن السؤال أخيرا هل عندما أعطى الله تعالى لبني إسرائيل هالآية العظيمة انبقرة يضرب بها جسد ميت ويحيى هل قالوا والله أننا آمنا بالله وأننا مقصرون معاه وأننا يعني ما كان له داعي نسأله لأسئلة الكثيرة وأننا كنا نقول يد الله مغلولة والله فقير نحن أغنياء نحن غلطانين هل قالوا ذلك لا قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قال وإن من الحجارة الحت الحجارة أحسن منكم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله كما وقع للجبل الذي انهد لما قال موسى عليه السلام لله ربي أرني أنظر إليك قال الله وما الله بغافل عما تعملون هذا أيها الإخوة والأخوات خبروا هذه القصة من بني إسرائيل وهي بلا شك عبرة لأمتنا من أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه بني إسرائيل أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه ولا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم مكن للحق وأهله في اليمن اللهم انصر جنودنا هناك يا رب العالمين اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام اللهم اكشف عنهم البأساء والضراء يا رب العالمين اللهم وصب الخير والنعمة على كل بلدان المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي تونس وليبيا وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم